بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فإن العلم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات ذلك أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره وجعله خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك الله جل وعلا شرح صدره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار على من حالف أمره زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه وخبره فقال إنه إلا وحي يوحى وزكى حقله فقال وما صاحبكم بمجنون وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة وأرسله إلى الثقلين إلى الجن والإنس ولذلك ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة وما من نبي من الأنبياء إلا وهو تبع له قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين والله جل وعلا رفع من ذكره فلا يذكر ربنا جل وعلا إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي الأذان يأتي المؤذن بالشهادة لله بالوحدانية ثم يأتي بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وهكذا في الإقامة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا في الإقامة للصلاة فيقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكذلك في الصلاة يؤتى بذكر الله عز وجل بالشهادة له ثم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسلام أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله وأن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة وبأنه خاتم المرسلين ولذلك ربنا جل وعلا عظم نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته وباتباعه وبعدم مخالفته يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قل جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتد وما على الرسول إلا البلاغ المبين وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي ولذلك النظر في سيرته والتأمل في شمائله لا شك بأن هذا من الحقوق العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وعليه والاقتراب من هديه ومن دله وسمته وطريقته وسنته لا شك بأن هذا يجعل الإنسان يتمثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر القرب من طاعته ومن اتباعه ومن عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم ولذلك رأيت من المناسب ابتداء من هذا اليوم أنني أبدأ بذكر شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وعبد المطلب اسمه شيبة وابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنان ابن خزيم ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان والنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا فالله جل وعلا اختاره وانتقاه من أطهر سلالة ولذلك هو يتقلب في أصلاب الرجال في طهر ونقاء وعفاف صلى الله عليه وآله وسلم فأبوه الأول ابراهيم عليه السلام وأبوه القريب عبد الله ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن والسنة فمما ورد في القرآن اسم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا محمد رسول الله وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول وأيضا من أسمائه أحمد قال ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد اسمه أحمد هذا من أسمائه التي جاءت في القرآن ومما صح في السنة ما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب أي ليس بعدي نبي هذا المعنى أي ليس بعدي نبي وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب وهذه الأحاديث تشير إلى أن هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث أخرى تشير إلى غير هذه الأسماء لكن في الواقع لا يصح منها شيء فأسانيدها ضعيفة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرف أسمائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد والمعنى أن قريشا كانوا بعدما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته وبعدما سفه أحلامهم وبعدما بين بطلان آلهتهم انقلبوا عليه فكانوا يسمونه ويلقبونه بالصادق الأمين فأصبحوا يلقبونه بألقاب سيئة ويسبونه ويقولون مذمما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله صرف قريش وهي تشتمه فيسبون ويشتمون مذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا ومن أفضلهم قبيلة والنبي عليه الصلاة والسلام ولد من نكاح ولم يولد من سفاح وأن الله تعالى جمع له هذه الأسماء وهذه دلالة على فضله فإن فضل المرء إذا كثرت كناه وكثرت أسماؤه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له مثل هذا الأمر وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وللاقتفاء أثره وللاهتداء بسنته إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد